السلام عليكم الطلبة والطالبات كيدري لابسة لكم كتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بنسبة فى الفيديو ديالوما غا تعرفونا عالطاريقة كيفاش تقوم بعملية ديال اعادة التشجيل بنسبة للطلبة والطالبات لي كيقراوا في الجامعة ديال مولاي اسماعيل سواء للكليات اللي كيني في مدينة مكنس او للكليات اللي كيني في مدينة الراشدية الطريقة ديال اعادة تجرة سهلة بزاف ولها ديالك تيمهتم وبريد أن تقوم بإعادة تجيل وبعد ما تلقى أي شيء إشكالية لكي تكونك تشجل تبع مع هذا الفيديو من الأول حتى الآخر وبعد ما نطول عليكم نبدأ على بركة الله عندما تقوم بأول شيء سوف تدخل البيسي أو متصفية لديك في التلفون وإذا تختم التلفون من الأحسن تمشي الإعدادات وبعد ما تدقي تلك الآن في المتصفية وحاول تأكتفي هاد فيرسيون بور اوغ ديناتو إذا ما فحلي لأخدام شيء بسي باش يجيك الطريقة سهلة بزاف مباشرة فاش كتفعل هاد الخاصية غاتمشي المحرك البحث في جوجل وغادي تكسبه ماي إيمي اللي هي الاختصار ديالها يونيفيرسل مولاي إسماعيل هاي طلع لك هاد ماي إيمي إسباس إتيديون الفاضاء الخاص بالطالبات ضغط على هاد الموقع مباشرة تفتحليك هاتصفها لها تشكل هاد هي صفحة اللي تشجلتو فيها أول مرة فاش تشجلتو في الجامعة ديال مولاي إسماعيل ونكيني إعادة تشجيل قبل ما ندروا إعادة تشجيل غنهبطوا لتحت غادي نلقاوا استعادة البريد الإلكتروني الأكاديمي هادي اضغط عليها مباشرة غادي تفتح معنا هاتصفها هنك يعطونا ندخلو رقم ما صار ديالنا رقم البطاقة التعريف وتاريخ الإزدياد والسانة فاش خدينا الباكالوريا ضروري نعمرو هاد المعلومات باش نسترجعوه أولا باش يكون عدنا واحد البريد أكاديمي ديالنا وكذلك ندخلو واحد كلمة السير مباشرة غادي تعمر دوك المعلومات ديالك تكليكي لهاد التالي وغادي تسنى شوية هناك يطلعلك هاد الميساج على هاد شكلتها ديالك كلمة المورور ومعها هنان نيز كيعطيكك البريد الأكاديمي ديالك هادا حاول تسيلكسيوني هاد البريد الأكاديمي ديالك او لسكريني هاد لباج واحتفظ بالبريد الأكاديمي اللي يعطينك وهنا كيبقى لك تدخل واحد كلمة السير بالاختيار ديالك وهذه كلمة السر عقل عليها باش كل عام تقدير إعادة التشجيل هنا مباشرة فاش كتدخل كلمة السر هنا كي يقول لك دابا غادي نرجع لصفحة اللولانية غادي نلقاو هنا إعادة التشجيل غادي نضغطو عليها هنا من بعدها كي أعطونا ندخلو البريد الأكاديمي دينا قلنا البريد الأكاديمي راعطوه لنا وكذلك كلمة السر اللي دي جا دخلتي أو للي بدلتي هنا أتحاول تكليكي لها تتذكرني هذي وغايتكليكي لها تجيل الدخول مباشرة كيتفتح معاك الفاضاء الخاص بكتايا هنا هذا هو الفاضاء الخاص بكتايا أتكليكي لهاد سويفو أطلع لك هنا الشعب اللي دير هي هذي وغايتكليكي للموسم الجامعة 2024-2025 وغايتكليكي لهاد سويفو أو للتالي من بعدها غادي توجيه لهذه المرحلة الثانية هنا غادي تلقى بعض المعلومات اللي دي جا دخلتي هنا يا مثلا سمي دي لك لكن يا المهم هذي المعلومات اللي دي جا تلاحظ هنا إلا كانت شي تغير أو لليش حاجة كتبتلو غادي تدوز للمرحلة الثانية وغايتكليكي لهاد أون رجيست خي من بعدها غادي تدوز للمرحلة الثالثة هذه المرحلة فيها الأدريس العنوان دي لك إلا بدلتي العنوان أو لرقم الهاتف أو لليش حاجة في حال هكها أتحاول تموضي فيها وغايتكليكي لهاد أون رجيست خي في حالة إلا ما كانش كي يبغي يدوز لك للمرحلة الثالثة حاول ترجع وتعاود عاوة تدوز للمرحلة الثالثة تكليكي على سويفو باش تحلع باش ما تلقاشي مشكلة هنا دا بغا تدوز للمرحلة الرابعة كديركي نفس الحاجة أتأكد من دوك المعلومات واتكليكي على هاد أون رجيست خي دا بغا ندوز للمرحلة الخامسة الخاصة بالباكالوريا هنا كيعطيوك المدينة فين خديسي الباكالوريا كدخلها هنا الميزة باش خديسي الباكالوريا وهنا الليسي فين خديسي الباكالوريا كدخلها دلمعلومات واتكليكي على أون رجيست خي أو لا أو كونفيرمي دا بغا تدوز للمرحلة الأخيرة غايتلع لك هاد الميساج هنا را ما كانت شي إشكالية فقط تكليكي على أوكي هنا غايتلع لك دوك الوقتها يقلي دي جا سكاني شي فاش تجلتي أول مرة في الجامعة اتكليكي تعالى سويفو سويفو باش دوز للمرحلة الأخيرة دي لتحميل الواصل أوكي دابا تكليكي على هاد سويفو اللي بالزرق هنا كاما تلاحضوا معايدو من الواتيق اللي جا كنت لكم دخلته وتكليكي على سويفو هنا دابا تدوز للمرحلة الأخيرة دي لتلشارج الواصل ديلك وتكليكي على هاد تلشارج مو وغادي التلشارج معك الواصل ديلك دي الاعادة تجيل وهذا هو الواصل ديلك غوسي دي غيان سكيبسي وهناك يعطيك للموسم الجامعة 2024-2025 وهناك يعطيك الشعباء كذلك الليدير وبهذا كنت تكون درسي إعادة تجيل بطريقة صحيحة وبالما تلقى حتى شيئ إشكالية نتمنى لكم التوفيق والنجاح وهذا الشيء الخود الذي كان في هذا الفيديو نتمنى أن أعجبكم و لا تنسوش الخود تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس بشيء لا تضطعت أي مواضع على هذا الشكل ويوصلوكم على شكو نونتيفكاسي أو لا إشعار في التلفون لكم يا الله السلام عليكم اتلقوا في فيديو جديد